اهلا بحضراتكو من جديد معرفش ليه الاهل يعمل صداع للبعض زمالك بيلعب مع بيترو اتلتكو الانجولي في الواندا في بطولة الكونفدرالية البطولة الاهل مشترف فيها المؤكد المؤكد ان كل الاهلوية الغيرين على مصلحة هذا البلد يهمون جدا زمالك ينجح في الكونفدرالية وكنا نتمنى ان الاسماعيلي يستمر في دور الابطال لابعد مدى وكنا نتمنى قبل كده مشاركة نجحة للمصري ومشاركة نجحة حتى للاتحاد في البطولة العربية لانه اولا ده بيعلي من شأن الكرة المصرية فان انت تنافس ناس وقفة على حلة كويس وفي قوتها ده كويس لك انت ده بيعلم استواك انت ده اللي بيشدك لفوق مش لتحت فبالتالي فنيا من المؤكد ان الاهل يسعده ان كل اشقائه المنافسين المحليين في المعترك الخارجي يكونوا في افضل حالة بالذات لما نكون محناش في سبق واحد محناش في معترك واحد فالقناة النقلة للبطولة البي ان معلقها الكابتن احمد الطيب بيعلق على مباراة الزمالك وبيترو اتلتكو هو لازم يقول في الزمالك شاعر مفهوم ومفهوم ان عند المعلقين بتوعنا احسن مباراة واهم مباراة هي المباراة اللي هم بيعلقوا عليها كل معلق يستلم المباراة اول ما يبدأ هذه المباراة المهمة المرتقبة المؤسرة تحس ان انت بتلعب فينال وممكن المباراة تكون مباراة بسيطة عادية بس عايز يطفئ على هذه المباراة اهمية قصوى عشان سيادته هو اللي بيعلق عليه خلاص اوكي مفهوم لكن وبرضو مفهوم ان هو جمهوره في الغالبيته جمهور الزمالك اللي بيتفرج على المباراة فبالتالي اه في بقية الجمهير بتتفرج انت عايز تقول على الزمالك زمالك عنده مناطق اشادة واطراء كثيرة من حقك تقولها ومن حقك تسعد جمهوره بالذات لما يحقق فوس خارج الارض مهم جدا ينقذ اسهمه كل ده مفهومه وطبيعي ومطلوب بالمناسبة لكن الاهلي ايه دخلوا ليه دايما وابدا امشي في سكة التلقيح والتلميع على الاقل فيما يخص حقائق تاريخية ثابتة مش معقولة ابدا فيه معلق مسموح له يبقى عنده كل هذا الكم الكبير من المغلطات في المعلومات وفي الوقاع وفي الحقائق مش في الرأي الفنية قول في الرأي الفني ان الاهلي فرقة تعبانة قول في الرأي الفني مرت اللي صارت يلعب مدرب فاشل قول في الاهلي فاز ولا يستحق الفوز كل دي اراء تحتمل الرأي لكن المعلومة والحقيقة والرقم مفهومش مجال الاجتهاد ولا للاختلاف خالص بالذات لما يكون يتعلق الامر بحقائق تاريخية باش مهندس يعني كمية المغلطات خلت اتنين من المدونين الاهلوية النشطاء جدا محمد فارس ابراهيم تمان الاسكندراني النابه جدا واحمد قيشو الاتنين الاتنين ردوا يعني دول مدونين يا كابتن احمد دول مدونين يعني شباب اصغر منك بكتير في السن لكن لما يكون عندهم هذا الكم من المعلومات اللي يصححوا بيها معلومات معلق بيعلق لكل الوطن العربي في قناة كبيرة ناقلة لحدث اهم نبقى فيه مشكلة نبقى فيه مشكلة تقترب من اللي حصل في السوشيال ميديا انه النهاردة ومن مبارح والكلام بيجيب بعضه واحد اجتهد في ذكر اسم واحد مرشح لوزارة النقل حب يختبر الاعلام فذكر اسم واحد ميت ميت فبرامج ومواقع خدت الاجتهاد وذكره ان محمد وجيه وزيرا للنقل ده فضح عملية الاستسهال والاستهبال ان الناس ما عنداش اي استعداد تدقى ما عنداش استعداد انها تفهم انه حتى ما ينشر على سطح السوشيال ميديا ما هواش مصدر لخبر السوشيال ميديا مش مصدر للاخبار دي مساحة التواصل اجتماعي كل واحد بيقول رأيه بالضبط ومبيلة مسئولية يعني هو مش مسئول خالص ما عنده ده بيتكلم مع اصحابه بالضبط اللي بيقابلهم على صفحات السوشيال ميديا فالرجل قال انا حبيت بس اعمل انذار انه هكذا الناس هتبشوا ورايا زي زمان ايام مباراة مصر والجزائر بتاعت السودان لما تقال شباب اجتهدوا واحد المقدم البرامج الكبار لما قالوا له انه في موقع ذكر اسمه سيفون سبورت وشاور سبورت ومشي وراها ومشي وراها انه ذكر موقع سيفون سبورت تعرف كان فيه تشنيع كان فيه تشنيع اصداد زفراهيم ايام الطوابير بتاعت الجمعية فواحد لقى طابور يا جماعة ايه طابور جاله الفضول يوقف في الطابور ولا ما يقفش يسأل كل واحد معرفش معرفش لحد ما وصل لأول واحد قالوا يا ابني انت واقف في ايه الطابور ده قالوا والله انا موطيت اربط الجاز مليتين دي وقفت وراها طيب قال لكابتن احمد الطيب يعني متخيلين لما انت عايز تقول جنش حارس كويس برافو انا رأيي انه حارس فعلا كويس حارس كويس جدا بس ماله ومال انه طول عمرو حراس المنتخب الابرز والافضل من الزمالك ازاي تتقل كده من معلق وزاي صدر معلومة دي للوطن العربي او لكل جمهور هذه القناة الكبيرة النقلة اللي هم مين بقى ازاي او اللوم كده يا استاذ ابراهيم اللي هم مين اللي هم مين ايه الابرز في منتخبات طيب اللي هم مين بس واحدة واحدة براسكوس هنمسكهم عبد الجليل لا انا هنمسكهم لك بطولة 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 كل بطولة مصر حققتها مين كان جول كيبر مصر مش كده الاعلى في تاريخنا ايه ان احنا روحنا كسل عالم ثلاث مرات مش هو ده قمة المستوى التنفسي اللي انجحنا فيه اما روحنا كسل العالم اربعة وثلاثين كان جول كيبر بتاع منتخب مصر حارس النادي الاهل مصطفى منصور الاحتياط بتاعه عزيز فاهمي حارس النادي الاهل انا بتكلم ده عم المهندس مصطفى انا بتكلم على الاتنين الاتنين من النادي الاهل فاربعة وثلاثين الجول الاساسي والجول الاحتياطي طيب لما روحنا تسعين بعد الغيبة الطويلة يحرص مرمى منتخب مصر في كاسل عالم بايطاليا الكابتن احمد شبير الاحتياط بتاعه المباشر الكابتن سابت البطل علي رحمة الله والحارس التالت من الزمالك الكابتن ايمان طاهر منين جبت انه طول عمر حراس الزمالك وسداني انا بقولك جن الشحار سايد لا ممكن يكون دلوقتي هو الافضل الذي كسر القاعدة نادر السايد انا جايلك فيها انا بكملك على كاسل عالم اوكي اوكي انا بكملمك على كاسل عالم اربعة وثلاثين مصطفى منصور والاحتياطة عزيز فهمي تسعين احمد شبير وثابت البطل ومعاهم ايمان طاهر ثم اخر مرة لما رحنا تمنتاشر الفين وثمنتاشر حارس مرمى منتخب مصر الشناوي حارس النادي الاهلي الاحتياط معه شريف اكرامي حارس النادي الاهلي الحارس التالت اللي خاد مطشات اساسية عصام الحضري وهو ايضا صنع في الاهلي محدش يقدر يكابر انه كل قيمته الفنية بناها في النادي الاهلي البطلات اللي حقاها مع المنتخب موظمها وهو في النادي الاهلي دولة ثلاث خراس فين بقى اللي انت جبته مين تاني دولة ثلاث مراحل اللي انت انجحت فيهم تعالي كاسل الامم الافريقية اه تعالي كاسل الامم في ساعة وخمسين اول بطولة اللي كاسل الامم مصر بتكسبها الحارس اليوناني براسكوس وده كان حارس مرمى القناة يعني مش لا الاهل ولا الزمال براسكوس في تسعة وخمسين مثل المنتخب حارسين عبد الجليل حميدة وعادل هيكل والاتنين كبات ونجوم النادي الاهلي مين فيهم مين فيهم زمالك ستة وتمانين في القاهرة حارس المرمى الاساسي للمنتخب سابت البطل عليه رحمة الله لعب كل المطشاط زهر الزمالك كحارس مرمى مرة واحدة مرة واحدة على مصرح البطولة في تمانية وتسعين لما نادر السيد كان بيحرص مرمى مصر في بوركينة فاسو هي ديت فقط في تمانية وتسعين وكان الحضري احتياطي جاي من ضمياط وجند الاهلي لكن لسه صعب وبدأ بالزبط الفين وستة و الفين وثمانية عصام الحضر الحارس الاساسي وافضل حارس في افريقيا وحارس النادي الاهلي مشي من النادي الاهلي فبراير الفين وثمانية بعد انتهاء القيدة على طول يعني بعد ما رجعنا من غانا بعد ما احتفل مع المنتخب بالفوز بغانا ولعب عشرين عشرة وهو برا النادي الاهلي يعني المحصلة تلات مشاركات كاسعالم تلاتة حراس اهلوية اساسيين ولا حارس من براهم سبع بطولات افريقية اربع مرات حارس للاهلي مر الزمالك نادر السيد مر الاسماعيلي لانه كان عصام الحضر في عشرين عشر رحل الاسماعيلي ومر القناة كان براسكوس لكن فيه تزييف ممنهج للتاريخ لكن فيه لعبة حراس مرمى دخل المنتخب مصري طبعا كابتن عادل مأمور عادل المأمور عنده حضور مع المنتخب في السبعينات والجزء من التمينات لغاية لما بطل لكنه كان معاه الاثنين الافزاز الكبار كابتن كرامي وكابتن سابت البطل ونضم بعد يوم احمد شبير في فترة من الفترات كانوا التلاتة من الاهلي لحد ما كابتن عسام باستلام بقى وبقى كامل لوحد عادل مأمور جول كبير اه جول كبير بس هو ايه فكرة وشبير وكمل وعده سابت بلغ التاني لا طبعا ليه بلغ التاني وليه بزيف الحقيقة ما انا بقول لكم مفيش اكتر من الحقيقة نفسها ان اخذت بطولة من اللي كان بيمثلك ليه الكذب الممنهج وتزيف الوقاع للاجيال بهذا الشكل وفي كاسة قرات حتى الحضري مرتين تسعة تسعين والفين وتسعة اه احمد الطيب قال ان الزمالك الاكسر بطولات في القرن الماضي وانه الاهلي خد لقب نادي القرن ودي قصة بات بايخة بايخة والله بجد دي اللي بنا المسخ قوي ليه لحنا نفسنا قلنا يا جماعة احنا زهقنا من عرض هذه الوساطة وقال وحنرفع عرضية وحنعمل وقال احنا زهقنا من عرض ده انتوا حفزتوه يعني ان الاتحاد الافريقي يعلن في 18 فبراير 94 ما نشرته الاهرام وقتها قبل نهاية القرن بست سنين انه التصنيف اللي اتعامل اللي اعلن الاهلي زعيم للقرنة الافريقية والاهلي في الصدارة وبعد كده مع نهاية القرن يتم حساب النقاط مين اللي خد نادي القرن بالنقاط ونفضل في هذه المكلمة الغريبة والعجيبة اللي انا نفسي زي ما المهندس عادلي اشارها تقارجوك ورفعها قضية اروح للمحكمة الرياضية الدولية بفاكر رفاحها اعملوا توكيل للمهندس عادلي ومستعد يرفعها عشان الناس تستريح للقرن الجديد خدوا بالكم احنا في عشرين تسعتاشر بقى لنا تسعتاشر سنة بنعد في القرن الجديد ومشاء الله الاهل الاول الاهل الاول وبعدين يعني دي زي جونة متريكة في حرص الحدود بالزبط واحد من كبات النزام مالك الأدام اه في مداخل في النير الرياضة وكان الضيف زملكاوي عتيد يعني مش حول اسماء يعني فبيتكلم يعني ان الفارق بيتسع بين الاهل والزمالك قال له علشان جون حرص الحدود اللي من برة 18 وحسب قال يا سيدي الفارق 17 نقطة طبعا الدوري خلص كان بقى حاجة وتلاتين السناتة كانت حاجة غريبة جدا فحيبدل يقول لك كده طيب هو تقدر تمنعه من كده ازاي زي الشامعة التاريخية جول حسن شحاتة اللي تلغى ده دليل ان جول حسن شحاتة اللي تلغى كان السبب في انه لا لخد الدور السنة اللي فاتت اللي ما تسمع يقول لك ده معناه ايه انه يتكلموا فيه لحد النهاردة انه زمالك ما بتزنبش انه مفيش غيره لانه فاكري ان الكابتن رباع ياسين مرة كان معنا على التليفون كابتن محمود عثمان لغاله جون شرعي فوق شهر زمالك اللي بس يا ولد وكابتن رباع قال لك كابتن محمود عثمان لغالية لما توفى كل ما قوله انت لغيت ليه وقل له بس يا ولد ما تتكلمش خلاص لا الاهل عيط ولا باكة ولا اشتاكة ولا ولا حد فاكرها جون كان يجيب لنا دوري كان يجيب بطولة وجون شرعي جدا بس ما حدش بيتكلم فيه انت عارف دوري كمان ولا حد جون حتى جون الكابتن حسن شحاتة وبالمصر حفكره بدوري بس قبلها في المنصورة زمالك واخد ماتش المنصورة بدون واقع حقا برده هذا في اعتباري لانه يعني قال الكورنر الهواء تضحك ترفع من الكورنر فخرج بره ودخل بالهواء المهم لا يعني انت بتنسيني ساعة كنت عايز اقول لك حسن شحاتة لا مش حسن شحاتة كنت عكلمك في حاجة في بطولة حانف تكره في بطولات الدوري برضو يعني طب سيبها هفتكرها دلوقتي طيب حتى الكابتن احمد الطيب وهو متابع جيد جدا للكورة العالمية اه اه افتكرت في دوري رحم النادي الاهلي عشان الغاء الاهداف المؤسرة كان الاهلي فضلوا ماتشين محتاج فين بنتين يتعادل مرتين يكسب ماتش ويخسر ماتش يعني هيكسب الماتشين 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 مع الفرقتين اللي هبطوا اسكو والبلاستيك اه التصنيع والبلاستيك اه واخد بالك لان حمد جمعة جاب فينا حمد نوح حمد جمعة حمد جمعة جب فينا اللي هلش خبط اطقاء في حد فينا يداخل كان ما صنع ستة وثلاثين ما صنع ستة وثلاثين بالضبط جبنا رمضان السيد فخسرنا المطش ده واحد صفر بمفاجأة مدوية ضيعنا مثلا عشرين جول فالبلاستيك حجرت حجرت وبقى وقفين البلاستيك ما كانش عنده احتياطي كان نصرح الفرقة فلعبونا بتلاتاشر لعيب حجاشر واثنين احتياطي وقفين في السيكس يارد طار الشيخ جاب جول خلاص تخرس الدورة لا الحاكم بالغي ولم يبرر ومحدش قالت لغي الجن ده وراح الدورة لا ما احنا لو رحنا يعني لو استعرضنا البطولات اللي ضعت من الاهل واسباب ضيعها هتلاقوا كتير ما هو لما بيقول لك جن حسن شحاطق طب يا سيدي موبايل البلتاجي اخباره ايه الزمالك مغلوب من المقولين واحد صفر وبين الشروطين خارج الكابت الرضا البلتاجي يتضرب في وشه ودماغه تتفتح عشان المباراة تتلغي عشان تتعاد عشان زمالك يكسب المطش عشان ياخد الدورة عشان تتكلم وكابتن البلتاجي بالمناسبة كان اللاين مان معا ساعتها كابتن وجيه احمد كابتن رضا البلتاجي قال لك لو كنت تعرف انه الغائل المباراة هتتعاد تاني ما كنتش لغي بس انا كتبت التقرير بوضوع ولا الهواء ولا الهواء وما حانش بتكلم ولا هل ما اشتكاش مع انه صاحب مصلحة مباشرة وقتها دي بطولة حلال بمئة المئة الفكرة انا كنت بقول ان الكابتن احمد الطيب وهو راجل متابع للكورة العالمية بشكل جيد وبيعلق عليها يا راجل نادي القرن في افريقيا تحسب بالنقاط من قبل القرن ما يخلص بست سنين وفي اوروبا وفي كل حيط طب ما في اوروبا نفسها الميلان عنده بطولات اكتر بطولات اكتر تلاتاشر والريال اتناشر لكن المعايير اللي اتحطت في الاتحاد الاوروبي خلت ريال مدريد هو نادي القرن ما عيطوش بتوع الميلان ما اشتكوش مدام حطيت معايير ونقاط تعال اقول لي انت لما اديت هذه البطولة خمس درجات اديت الاهل خمسة ونص اصل هوا لازي المعايير ما كانش نسحب الاهل اه برضو خد المطولات دي لانه هو فيه تلات سنين الاهل ما لعبهاش لعبها زمالك بدلا عنه يتقال برضو في ضمن سياق حفلة التلقيحات حفلة التلقيح على الاهل مع ان انا للمرة لتألف يا سيدي انا متفاهم ان انت لازم ان تدي الزمالك حقه والله لازم ان تعمل كده زمن تجاريا تسعد المتلقي اللي مشترك في القناة ودافع فلوس كل دي معايير تجارية حتى ورية دي مفهومة لكن مش على حساب الحقائق ما جيش اقول اصل الزمالك في البطولات الافريقية ملوك الصلاة في كل الالعاب وهم رقم واحد ويتقال الاهل الخد مش عارف اه كم بطولة طب ازاي ازاي وانا عندي الاهل خد تلاتة واربعين بطولة رجال وسيدات في العاب الصلاة الرجال تلاتين بطولة و تلاتتاشر بطولة سيدات سبع بطولات في اليد تسعتاشر في الطائرة اربعة في السلة يعني اجمالي بطولات الاهل اتملوك الصلاة الاهل تلاتة واربعين بطولة الزمالك سبعة وعشرين بطولة كابتن احمد قال لك الزمالك سبعة وعشرين والاهل واحد وعشرين تقريبا او ما حسبش الاهل لكنه لما تقول الزمالك سبعة وعشرين بطولة في كل الالعاب اقول لك الاهل عنده تلاتة واربعين بطولة في العاب الصلاة لا تبخسوا الناس اشياء رجال 30 بطولة سيدات 13 بطولة 7 بطولات في اليد 19 في الطائرة 4 في السلة يعني انت تظن ايه مثلا انه هيقولك استبعد السيدات لان الزمالك ما عندوش فرق سيدات قوية طيب استبعدها هتلاقي برضو الزمالك الزمالك 27 يعني انت قلت الزمالك 27 انت اللي عاسب بطولات الزمالك يعني يا لك في الرجال طب ما هو هالي 43 او هالي 30 اصغر من السبعة وعشرين وهل عندوك استعداد تفرقوا بين الرجال والسيدات طيب في الرجال والسيدات مع بعض في العاب الصلاة التلاتة سلة وطيرة ويد الاهل عندو 43 لقب قري الزمالك عندو 27 لقب قري ده شيء يسعد مصر مش محسوبة في ملوك الصلاة يعني هو حاسب السبعة وعشرين سلة وطيرة ويد يعني انا لا عايز اروح للسباحة ولا اروح لتنس الطاولة ما العام صلاة دي كلها ما الجنباز والكاراتيلي هم صلاة بس استلح على التلات ألعاب الجماعية ان هما دول ألعاب الصلاة السلطان السلطان اللي حطيتها لوحدها لا دي شغلانة مم فملوك الصلاة بين قصاد السبعة وعشرين لو عايزين نساوي بين الرجال والسيدات الزمالك ما عندوش بطولات جيدة في السيدات مش محسوبة احسب لك خلينا ندخل مع بعض رجالة بس تلاتين وسبعة وعشرين نفس الارقام اللي كان سيد عبد حفيز بيتكلم عليه ألعب تلاتة واربعين وتلعب ستة وتلاتين تتهمني ان انا اللي مريح تلاتين لقب وتاخد سبعة وعشرين تقول لي احنا ملوك الصلاة أخد نادي القرن بكل هذه النقاط تقول لي انا نادي القرن مسائل مش مفهومة في مناكفة اعتقد بدأت تصدر للجماهير قلق مش مطلوب وهده شيء يسعد الزمالك انه عنده هذا العدد من البطولات مش بالضرورة ان ده يمحي تاريخ وعطاء الاهلي لو في مصلحة مصر انه كان يبقى منها ما هو ايه اللي حصل من ساعة لما الزمالك اتخنق خنائة القرن ما خدش بتوله واحدة من اول ما دخل في المناكفة التاريخية من نادي القرن الزمالك ما رفعش كاس افريقيا مرة واحدة كان فعلا يحتاج انه يركز ويد كتير لانه يستحق ده وعنده من اللعيبة ومن النجوم ومن الجمهور مش بالضرورة على حساب الاهلي او مش بسلب الاهلي من بطولاته ده ياخده ده ياخد ما هو كل البطولات الافريقية اللي مصر جابتها الاهلي بياخد بطولاته والزمالك بياخد بطولات ليه انا عايز الغي التاني ليه عايز اعتقد انه القمة مدببة مش مدببة والله دعني 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 عشان تبقى فاهم يعني كل البرامج كل البرامج التي تتحدث بلسان ومفهوم نادي الزمالك لا تتحدث الا عن نادي الاهلي كلها يعني لدرجة ان انا بتخيل كده لو جم في يوم الايام قالوا ايه او كما ينبغي ان محدش يجيب سيرة حد تعالوا نعمل التجربة دي زما كده قلنا في يوم الايام ما تيجي ايه نسوق فاردي اه اقول ايه تعالوا بقى ما تجيبش سيرة حد تفتكر البرامج دي هتتكلم في ايه انا بسألك سؤال لو ما جابوش سيرة عايز تجربة يلتزم بيها مقدمه برامج اه 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 ازا مالك بالمسمياتها المختلفة اه لمدة شهر يعطعوا الاهلي اكد انه مش موجود يعطعوا الاهلي اكد انه مش موجود اهو نوع من الايه مش من الاه نوع من الاختبار املول بقى الساعات دي ام هو تسطح انا بقى لو ما كانوا مش عمل القاتي قدي سبب مش الكره الاهلي قدي جمهوري سبب دوحو بالزبالك للفخر بالزماني بالزبط اركز على اسباب الفخر بالزماني صحيح وعنده حيثيات بخلية نجومه على حسن شهاية أنا أفضل أقول حقائق ملفوفة وأجيب سرط الأهل إنه هو البطولات الحلال والبطولات الحرام ويترد عليه دمق محدش كسبان من كده لاجه مهورك ارتاح نفسيا ولا سمت الدنيا ولا حلت مشاكلك ولا حلت ولا الرياضة كسبت حاجة لكن دعني أفخر بتاريخي وأنت تفخر بتاريخك ومجيبش سرط بعض كده قلم كتير أقدر أقوله لازم أنت كمان تقول لي وانا صحيح إنما حتقول لي لا أصل إنت أصل إنت أنا مرة كنت في دبي وبعدين حب واحد من إخواننا الأصدقاء يعني يعمل على شرفي كده عزومة فقال لي يعني على عشا كده وحاجة بي اللي هنا وبعدين استأذنني قال لي في حد زملكاوي بس شادد قوي وهو معرف أن الجاة عايز يجي وأنا محرج قلت له لا أجيبه طبعا أنا وسأل فأول ما جاه أول الكلام ده من حوالي عشرين سنة ياه راح أقيل اللي إيه آآ كبه أصل طبعا آآ لا اللي بيكسب بالعامة الإسماعيلي أصل التحكيم أصل الدولي نفس الكلام اللي هو ما بي إيه ما بيه الشمعات السبعة آآ شادد ما لقال لي جاب لي عايبت لسنة كَلّو الأهلي أصل Lal أصل الأهلي أصل الأهلي أصل الأهلي أصل الأهلي وبنه اللي مش عارف إيه دا يعني دي اللي نقص تقول Lego الأهلي 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 قلت له إن دلوقتي 22 ها بتتكلم على الأهلي 22 دقية أنا دلوقتي هتكلم طبعاً على الأهلي عرفت ليه بقي المشكلة فين ؟ مين هيتكلم على الزمالك؟ انت تكلمت على الأهل وأنا هكلمك على الأهل فبصيلي كده قدتولي صدقني انتم ضيعين وقت كتير قوي في إثبات إن الأهل وحش يا سيدي أنا وحش قدم لي نفسك إن أنت الحلو يلا آه خليك أنت الحلو قول لي الناس أنا الحلو أنا اللي مش مركب رموش صناعي أنا اللي مش حتى تميكب أنا اللي شوف جمالي طبيعي بيحمل كده وسبني أنا بقى إيه في الوحش بيصدقوا الفراء بتاعي ها فهي لحد النهاردة حد النهاردة إيه الكلام على الأهل فراح الأهل اليابان وإن شاء الله يروح دبي يستداد بإذن الله يا رب إن شاء الله شكرا للمشاك اشتركوااتوا jakieś شكرا للمشاهدة